معي عبر الأقمار الصناعية من رمالة السيد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية دكتور اشتية مساء الخير ومائة يوم من العدوان على غزة الأنروا قالت إن سكان غزة عدت عليهم المائة يوم وكأنها مائة عام كيف ترصد هذه الأعوام أو هذه الشهور الماضية نحن لا نرصد هذه الأحداث نحن جزء من هذه الأحداث هذا العدوان هو مركز بشكل أساسي على الشعب الفلسطيني كثافته في قطاع غزة وكما جاء في تقديم حضرتك وشكرا على الاستضافة هناك فعلا أكثر من 23 ألف شهيد هناك حوالي 9 ألاف مفقود نتوقع أن يكون منهم حوالي 8 ألاف تحت الأنقاض رائحة الموت ورائحة الدم في كل مكان في قطاع غزة هناك أكثر من 62 ألف جريح الله يعلم كم واحد منهم قد يغيب عن المشهد ونتمنى لهم السلام وبجميع الأحوال أيضا هناك أكثر من 61 في العشرة مليون فلسطيني تم حشرهم في منطقة ضيقة جدا وهي منطقة رفح وهناك تجويع لهؤلاء وهناك قطع للمياه قطع للكهرباء وبعد مئة عام ماكنة القتل الإسرائيلية مستمرة وليس فقط أن هناك العالم يقف موقف المتفرج بل بالعكس هناك دول مشاركة في العدوان على الشعب الفلسطيني الذي يرفض وقف إطلاق النار هو مشارك في هذا العدوان الذي يعطي السلاح هو مشارك في هذا العدوان الذي لا يرجم إسرائيل هو مشارك في هذا العدوان الذي يستخدم حق الفيتو في كل قرار في الأمم المتحدة دفاعا عن إسرائيل هو مشارك في هذا العدوان ولذلك العالم جزء منه متفرج نعم ولكن الأغلبية في العالم تدين هذا العدوان وجميع الأحرار في العالم اصطفوا خلف الشعب الفلسطيني في مظاهرات في كل العواصم في العالم في لندن وبرلين وباريس وواشنطن والشوارع العالم العربي وجنوب إفريقيا وهناك أيضا الآن بعد مئة يوم إسرائيل تقف متهمة أمام العالم أنها ترتكب جرائم بحق الإنسانية وترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني ولذلك هذا الحراك مهم من دول عديدة في العالم مئة وثلاث وخمسين دولي في العالم قالت لا للعدوان في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولكن للأسف الشديد إسرائيل تستمر في جرائمها نعم وهناك من يسندها بالسلاح وهناك من يحميها في المؤسسات الدولية وهؤلاء هم شركاء في هذا العدوان الذي يرفض وقف اطلاق النار شريك في العدوان